بعد عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية عليهم احتفت ميليشيات كتائب حزب الله وسيد الشهداء المرتبطة بإيران بالإجراء الأمريكي وعدته مفخرة لها لكونها تنتمي إلى محور مقاومة وإن لم تتعد أعماله سوى هجمات لم توقع إصابات لدى الجانب الأمريكي صحيفة واشنطن بوست ذكرت في اثناء تقرير لها أن الهجمات التي شنتها الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق ضمن ما قيل إنه نصرة لغزة لم تكن فعالة أساسا أما رئيس الحكومة محمد السوداني فقد عقد صفقة مع زعماء هذه الميليشيات بإيقاف الهجمات مقابل أخذ ضمانات من واشنطن بعدم الرد بقوة على مقار ومعسكرات هذه الميليشيات في أثناء لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بحسب الصحيفة الأمريكية نفسها قبل أن يغادر السودان إلى إيران للتنسيق معها بما يمنع التساع دائرة الصراع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وفي أثناء لقائه السفيرة الأسترالية في بغداد بولا غالي قال إن الأوضاع الحالي في المنطقة تحتاج إلى الحكمة وتغليب العقل مجددا تعهد حكومة السوداني بحماية السفارات والبعثات الأجنبية العاملة في العراق تصريح يؤكد أن دعم الإطار التنسيقي لفلسطين لن يتجاوز هتافات يطلقها لأجل التسويق الإعلامي أنصارهم المحتشدون منذ نحو شهر عند معبر طرابيل على الحدود الأردنية فبعد عقود من تبني شعار طريقي تحرير القدس يمر بكربلاء تؤكد إيران لأمريكا عدم رغبتها في انتشار الحرب ولربما بقاء الأزمة ضمن مدها الحالي أكثر منفعة لطهران إذ كشفت مجلة The Economist Intelligence البريطانية أن الحرب في غزة منحت مشروع النقل بين روسيا وإيران مرورا بطريق التنمية العراقي زخما لتنفيذه مقابل تلكء مشروع الهندي مع أوروبا